ورقة في صندوق صوت صادق واختيار دون اجبار كل ما يحتاجه العراقيون لاتمام عملية من دموقراطية التي ينتظرونها منذ سنوات لكن مسلسل العملية الانتخابية قد يتكرر في نتائج ما قبل موعد الاقتراع يظهر هذا جليا في تحذير وزارة الهجرة من استثمار ملف الاسر النزحة في كردستان لاغراض انتخابية استغلال واستثمار للدعاية وترويج لوجوه قد تكرر النهج ذاته حقائق ثابتة نتج عنها فجوة ثقة ما بين المواطن والعملية الديمقراطية لكن هذا يؤكد بحسب خبراء في الشان الانتخابي ارتفاع نسبة عزوف المواطنين عن المشاركة في الاستحقاق الدستوري الضروري للبلاد بعد تجارب خاضها الناخب مرارا وتكرارا فاقدا بها الشفافية والنزاح المرجوة ليس هذا فحسب فالمعضلة الاكبر هو الاقتتال السياسي السياسي بين الكتل والاحزاب بعضها يبحث عن كرسي دون الاقتراث لمصلحة العراق وهو ما يضع الدولة امام خيار المراكبة الدولية على الانتخابات بتأكيد رسمي انها لا تمس سيادة البلاد انما هي حاجة للاشراف والادارة دعما من المجتمع الدولي والامم المتحدة حتى تسير العملية بنجاح تؤكد المفوضية استعدادها لاجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الاول المقبل مع وجود عراقيل منها اقرار قانون المحكمة الاتحادية الذي يقف عند المجلس النيابي وفي هذا القياس يعود التخوف سيد الموقف من استبعاد محللين سياسيين لاجراء الانتخابات المبكرة وترحيل الاقتراع الى عام 2020 نتاج ما تطبخه كتل سياسية من ترتيب اجنداتها وتحقيق مصالحها ما يرهق التوازن السياسي الذي قد يعيد احداث الفوضى التي كانت مفتاح الرفض الشعبي تدخTS تحقيق مظموط ايضاً شكرا